ترجمة نانسي قنقر منتشرة جدا 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 في الديتا اللي احنا بلاقيها من البيوميديكال الديتا امثلة على كده هي الـ Exponential Decay والـ Exponential Growth هبتدي اولا تكلم على definition بتاع الـ Exponential Growth Exponential Growth ده معناه ان انا بتكلم على process in which the rate of increase is proportional to the quantity itself يعني بتكلم مثلا لو انا بتكلم من انا الـ Process بتاعتي اسمها Y يبقى الـ Process بتاعتي دي التغيير في Y هو proportional to Y كمثال على كده هكلم على المثال اللي بقى ممكن الناس يرى قوي مننا ممكن يبقوا familiar به لو انا بتكلم على حساب بنك والحساب بنك ده فيه Interest حساب البنك ده بنتكلم على ان انا لو انا بتكلم من Interest بتاعي حوالي 5% والمبلغ بتاعي اللي انا حطيته حوالي 100$ مثلا هلاقي ان بعد اول سنة المبلغ بتاعي ده بقى كام؟ بقى 105 طب بعد التاني سنة هيبقى 110 لا مش هيبقى 110 هيبقى اكتر شوية من 110 ليه بقى؟ لان انا دلوقتي الـ Interest بتاعي هيبقى 5% من المبلغ اللي اتكون عندي في اول سنة فمعنى كده بتكلم على 5% ازود 5% من 105 فتزود لي الـ 0.25 الزيادة اللي موجودة عندي هنا دي بعد 3 سنين مش تبقى 115 لا اتزيد شوية كمان اكتر لان انا دلوقتي خدت 5% زودت 5% على يعني 5% من المبلغ اللي هو 110 ده وهكذا فلاقي عندي الكيرف بتاعي بيتحرك بالشكل ده كده بعد اول سنة يعني لو تي بتساوي واحد هلاقي ان الـ y at 1 بتساوي y at 0 في 1 بلاس بي بي دي اللي هي .05 اللي هي 5% انما بعد كده لما باجي بضرب واحد زائد بي تاني بضرب واحد زائد بي في الواحد زائد بي اللي كانت موجودة قبل كده فتبقى واحد زائد بي سكوارد لان بعد اول سنة لو انا بحسب هنا y اثنين دي بتساوي y 0 في واحد زائد بي اللي هي عبارة عن y واحد والكلام ده كله مضروف واحد زائد بي تاني. اوكي فكل مرة هبص على الكيرف ده هلاقي ان هو يعني كل ما انا الوقت بتاعي زاد كل ما كان الكيرف اللي سلوب بتاعه بيزيد. اوكي. جينا بصينا على الكيرف ده نفسه مع الـ time هو نفس الـ equation بالضبط. هلاقي ان هو بيطلع لي بحاجة شكلها عامل كده. طبعا بكلم ان انا احضت الكلام هنا عندي in years. اوكي. لما اجي اقارن شكل الكيرف ده وشكل الزيادة بتاعته بالكيرف البسيط جدا هو y to the power t. لايه الـ exponential curve البسيط جدا. هلاقي ان هو فعلا فيه similarity بين اللي تندلوا بعض. طب ازاي نوصل ده يبقى زي ده. ازاي نعرف ان ده في الاخر بيانداب ان يبقى exponential curve او exponential growth curve بالشكل ده. هنبص نفس المثال ده تاني باضافة حاجة بنسميها compounding. compounding ده معناه ان انا باخد الـ rate بتاع اللي هو في الفترة كلها بقسمه بخليه على فترات اقل. يعني في الـ equation دي ببص عندي ان زيادة بدلا ما كان بي. هتبقى زيادة برعا بي على ان. بس الفترات نفسها هتبقى ايه? هتبقى اكتر. يعني هنا بدل الخمسة في المية ما تبقى applied في اخر السنة. لان انا ممكن اقول ان الخمسة في المية دي ممكن تبقى اثنين ونص واثنين ونص وكل واحدة فيهم applied في خلال ستة شهر. يعني تبقى المثال بتاعنا يبقى سماء annual. او يبقى كل ثلاثة شهر يبقى quarterly. يبقى خمسة على اربعة. ويبقى applied quarterly. او تبقى applied monthly. او instant معناه كل سنية. يعني لو بتكلم مسلا على كل شهر او ما بتخيلها دي شهور السنة بتاعتي. لو انا حطيت 100 دولار برضو. في الانيول انا بستنى غاية اخر السنة كلها لغاية لما ااخد خمسة في المية. في السيماي اانيول لا ده انا بستنى ستة شهر. بعد كده اخد اثنين ونص. بعد كده ستة شهر كمان اخد اثنين ونص كمان. يعني مش دين ونص بقى اثنين ونص على ال الاتنين ومية واثنين ونص اللي موجودين دلوقت. فالميزة بتاعت ان انا استمتهت التأسيمة دي او عمدت الكمباوندين ان انا دلوقتي ان انا زدت هنا في نص الوقت الوقت اللي فاضل او 6 شهر اللي فاضلين من السنة بقى عندي ال 2.5% اللي فاضلين دول بيبقوا 2.5% من الرقم التاني اللي انا اخدته ده الرقم اللي هو الزيادة اللي انا اخدته هنا ده فمعنى كده ان انا كل ما خليت الفترة دي اقصر كل ما خليت المبلغ في الاخر اللي باخده في اخر السنة بقى اكتر زي ما حضراتكم شايفين بتكلم على 105 بقت 105 و 6 من 10 او 6 من 100 ل 105 و 9 من 100 وكزا غاية لما وصف الاخر انها تبقى 105 و 127 لو انا خليتها كل ثانية الاكويجن بتاعتي هنا لو انا بصيت عليها انا هنا اسمت البي اللي هي الريت السنوي بتاعي بعدد مرات الكمباوندين اللي انا بعملها كل سنة بس تخليت الفترات اللي انا بعملها الفترات اللي انا بدل ما كانت بالسنين خليتها بقت الـ number of compounding اللي حصل في times عدد السنين اوكي فمعنى كده ان انا كل ما خليت ان دي تكبر كل ما كان ان الحاجة للكيرف اللي عندي ده هنا هيديني رقم اكبر كاكسبونينشل كيرف بقى لو احنا خدنا نفس الاكويجن احنا بصينا عليها من شوية دي هي نفس الاكويجن بالضبط هي هي وعملتنا بس الري ارينجمند يعني خدت بس واحد على بي على ان to the power n ون دي بتروح لانفينيتي لو احنا فاكرين بتاع الفاكتور هلقى ان هو عبارة عن ان الليمت بتاع الفاكتور دوت as n بتروح لانفينيتي e to the b هي الديفنيشن بتاعه هو الليمت بتاع ده لما انه بتروح لانفينيتي فمعنى كده ان الاكويجن بتاعتنا اللي عندنا هنا دي في الاخر بتقول ناتب اي نوت e to the b t يعني بمعنى صاحن الحاجة اللي احنا كنا عايزين نوصلها من الاول خالص ان الكيرف بتاعنا اللي هو بتاع الانترست دوت او بتاع المبلغ المنقود في البنك ده هيبقى exponential curve provided ان الان بتاع تي بتسوي انفينيتي number of compoundings ده بيسوي انفينيتي فلو احنا عايزين نتأكد من الكلام ده لو احنا خدنا exponential curve ده نفسه وعملنا له differentiation اوكي الexponential curve بتاعك ال yt بتسوي y not e to the b t لو انا اخدت derivative بتاع yt ليعبارة عن derivative بتاع y not e to the b t هلقى في الاخر انها تطلع ليعبارة عن b y not e to the b t يعني لو انا اخدت جزء ده هو نفسه عبارة عن yt يبقى معنى كده derivative او rate of change بتاع ال item بتاعي اللي هو yt اللي هو variable بتاعي اللي هو yt بيسوي constant times yt هو نفس definition بتاع exponential growth بالزبط طبعا احنا ممكن نتخيل نفس الحاجة هي بالزبط بس بدلا ما كان الفاكتور بتاعي positive بيخلي الكيرف بتاعي يزيد هخليه هنا في الحالة دي يقل لو انا افترضت ان ال b بتاعي negative لو افترضت ان في فاكتور بي ده اكبر من اكبر من الصفر اصلي positive معنى كده لو انا اخدت e to the minus b t ده يديني بقى اكسر كيرف اللي كان طاله هيبقى كيرف نازل بسميه exponential decay وده exponential decay موجود في حاجات كتيرة جدا في applications كتيرة جدا في biomedical engineering زي مثلا على technician 99m واحدة من ال radio active isotopes المستعملة كتير جدا في حاجات كتيرة زي مثلا ال gamma camera او يعني بعض ال applications بتاع radio active isotopes هلاقي ان فيها ان بيبقى مهم جدا بالنسبالي اعرف radio activity بتاعتي وصلت لغاية كام بعد ما انا خدت ال radio active isotope بتاعي اوكي فلاقي برض ان هو بيبقى الكيرف بتاعه بيماتش exponential decay curve فوانس ان انا عرفت المعلومة عنه او عرفت ال constant بتاعه ال b ده بقدر estimate fraction remaining مثلا من ال radio active isotope ده بعد اي وقت بعد مثلا number of hours محدد انا اعرف واحدة من ال definitions الظريفة جدا اللي مستعملة كتير في في الجزء بتاع ال radio active physics او radio activity حاجة اسمها half life time اللي هو t one half t one half ده هو length of time required for a quantity to decrease one half of its original value يعني لو انا بتكلم على curve بتاعي اللي هو yt بتساوي y0 في e to the minus b في t يبقى معنى كده عشان اقول y one half موجود عندي او time بتاع one half ده موجود بقول ان الكلام ده ان y t one half بتساوي point five y note اوكي يبقى معنى كده ممكن اجي في الاكويجن بتاعتي اقول ان e to the minus b t one half بتساوي point five عشان انا خدت ال y note دي وديتها ناحية التانية يعني في الاخر بقى اتشارت مع ال y note اللي في الاكويجن فلو انا حلية الاكويجن دي اطلع لي اكويجن في غاية البساطة وعادة الناس بتحفظها ما بتبقاش محتاجة ان هي طاقت درايفي كلام ده من الاوله جديد ففي الاخر بيطالي t one half بيتساوي point six nine three b over b بي ده ال constant بتاع ال exponential curve بتاعي و point six nine three دي هي الايه دي حاجة constant كده بناخده ويبقى عارفينه وخلاص اوكي النقطة بقى احنا لو خدنا نفس الحاجة هي هي بدلا ما كنا بنتكلم على exponential decay بتكلم على exponential growth بتكلم على t2 اللي هو double time بدلا half life يبقى double life يعني doubling life بتاعي بتكلم على نفس نفس الكيرفي ده بس بدلا ما كان عندي هنا negative بقى عندي هنا positive بيحصل لي نفس الكيرف نفس t one half هي هي بالظبط هي نفسها هي عبارة عن t2 بس بحط ال b بتاعتي هي ال b بتاعتي exponential growth كمثال على كده radioactive decay of technician 99m ده اللي بيسامل في gama camera زي ما كنت قولت من شوية decay rate بتاعها ال b بتاعه بيساوي point one one five five hour minus one ال b اللي هي موجودة في exponential decay curve بتاعه هي بتساوي الكلام ده بس اكشوالي اللي متعارف عليه اللي الناس دايما بتستعمله هو t1 half t1 half منطلق بساطة نحسبها اللي هي point six nine three على ال b هتلعلي حاجة بالشك ده كده عادة الناس اللي ما بتيجي بتستعمل او عايزة تحسب radioactive decay بتاع radioactive isotope بتحسبه من من t1 half ودي اللي بتبقى عادة موجودة مش ال b مش exponential decay constant b يعني معنى كده لو انا قلت مثلا ان انا عايز احسب الكمية اللي موجودة بعد 12 ساعة 12 ساعة معنى ان انا دلوقتي بعد 6 ساعات نزلت للنص بعد 6 ساعات هنزل للنص بتاع النص يعني معنى كده بعد 12 ساعة هيبع عندي ربع اللي كان موجود عندي في البداية عشان بتاني نتكلم على exponential decay و exponential growth curves في الواقع بقى في الحياة العملية لازم تبقى حطين في دماغنا ان ال data اللي بتجيلنا في الحياة العملية بتبقى برعا كيرفات يعني انا دلوقتي لما باجي اكاركترايز مثلا ال decay بتاع انا مش بيبقى عندي الكيرف ده موجود اصلا دلوقتي بيبقى عندي نقط بقى ده احسب لها يعني بقى دقيس حاجات واحط الحاجات دي في كيرف والكيرف ده بعد كده بقى estimate الparameters باعته عشان احسب exponential decay او exponential growth constant بتاعي بيساوي كام ومنه بقى بقى بحسب ال half lifetime والحاجات دي كلها ففي الاول خالص بيبقى عندي كيرف شكله بالشكل اللي انا شايفه هنا ده كده حاجة شكلها عامل كده فلو احنا هتخلن عندنا كيرف بالشكل ده كده وعايزين نحسب الparameters باعته عايزين نحسب ال coefficient بتاعتي او التو ده bt بقى عايزين نحسب ال b بتساوي كام او ال minus b بتساوي كام اوكي عايزين نحسب الكلام ده الكلام طبعا في غاية الصعوبة نحن نحسبه بالشكل ده من الكيرف ده كده ما عندناش طرق الحقيقة عملية ان احنا نحسب بيها الكلام ده عكس ال linear curves على نفس اللي هو linear scale اللي موجود عندي هنا ده اوكي فالناس لقيت ان هي لو خادت ال exponential decay curve ده وخادته اللوج يعني عملت application للطرفين هيحصلين اللوج yt هيساوي log ynode e to the bt طبعا ynode مضروف e to the bt فممكن اخليهم الاثنين مجموعين زيب بعض بكاركتريستيقات اللوج وطبعا اللوج بتاع e to the bt هو نفسه bt بالضبط طبعا هناخد هنا log to the base e عشان كده بيباع عندي log e to the bt هو نفسه عبارة عن bt بالضبط فالنقطة ان احنا لو احنا خدنا بقى بدل ما رسمنا الجراف بتاعنا على linear scale في ال x وفي ال y لا ده انا هاخد دلوقتي ال y scale بتاعي هخليه logarythmic وخلي ال x scale بتاعي اخليه linear في الحالة دي هلاقي ان curve بتاعي يطلع لشكله linear curve low exponential curve بتاعي يطلع لشكله linear ليه؟ لان انا عندي الحاجة اللي هنا دي دي مش y دي عبارة عن log y وفي نفس الوقت الحاجة اللي هنا دي عبارة عن t فلو انا بصيت هنا كده log y بتسوي constant عبارة عن constant plus b في t فمعنى كده ان الكلام ده يطلعلي في الاخر linear curve فلو انا خدت نفس ال data بتاعتي اللي هي موجودة من graph دوت ورسمتها على semi log paper يعني semi log عشان ال y هي بس log وال x ما هيش log هيطلعلي شكلها linear بالشكل ده كده وهنا بقى وعد رئيس ال slope بتاعها في منطقة البساطة وال slope هنا زي ما احنا شايفين هيبقى بيعبرلي عن ال b مباشرة ال slope هيعبرني عن ال b وال intercept هيعبرلي عن log y note يعني ممكن ببساطة من ال intercept اللي هنا ده احسب y note بتسوي كام ومن ال slope بتاع الكيرف ده اقدر احسب ال b بتسوي كام وده في المنطقة البساطة ابسط بكتير جده من انا احاول اعمل الكلام ده على linear curve كمثال على اللي انا كنت بقوله من شوية احنا عندنا هنا نقطة موجودة على الكيرف ده موجودة على سميلوك بيبر بتاعه application معين بعد ما عدت على absorber وده طبعا هنشوفه بعد كده ان شاء الله في chapter 14 و chapter 15 احنا بنلاقي ان فيه exponential decay curve لل attenuation بتاع ال light وبيجو through material اوكي فاحنا هنا بنقيس يعني عند thickness معين light absorbed او light passed بيبقى قيمته كام وهكذا عند كل النقطة بنحسب كل ما زودنا thickness كل ما شفنا value بتسوي كام لو احنا عايزين نعرف exponential decay curve بتاعنا عبارة عن ايه باجي بعمل fitting line بيمر بمعظم الخطوط دي او ناخد احسن fit straight line بيمر بكل النقطة اللي انا استهدي ومنها بروح برضو للا equation بتاعتي دي intercept بحسب الايه بنحسب القيمة بتاعت log y ومن slope بتاعي هنا ده بحسب الايه اللي بي بتاعتي بتسوي كام ومن كده طبعا هنا مش شرط يكون بيف تي بقى سيمكن يبقى بيف اكس او واتفر في الاخرى يطلعني هنا الاكويجن بتاعتي y بتسوي يعني y بتسوي y نوت e to the minus b في اكس فاحوال كتيرة بيبقى عندي الوضع بتاعي ما هواش linear مش شرط ان الاكويجن بقى تطلع linear ايه ما ببقاش عارف الاول اكشوال اذا كان الوضع يطلع linear او مش linear اوكي فاللي بيحصل لو احنا رسمناه على log plot بالشكل ده كده احنا ممكن at any given point يعني ممكن انت خلي في عندنا هنا q point كده او نقطة انا مهتم بيها وباشتغل حواليها فممكن اقول ان حوالين النقطة دي في عندي straight line هنا واقدر اتعامل مع straight line ده اعمله equation في المنطقة دي بيساوي كام او لو انا باشتغل في نقطة تانية q point تانية هنا ممكن برضو احسب حواليها برضو الكرف بتاعي بيبقى تقريبا straight line واحسب برضو للسلوب بتاعه بيساوي كام واتعامل مع الكرف بتاعي هنا بطريقة مختلفة انا بتعامل معه هنا اوكي يعني ممكن انا اعمل حاجة يعني تتتعامل مع يعني characteristics بتتغير مع الوقت او بتغير مع المسافة او whatever بان انا اسمها اماكن واحسب لكل مكان ال read بتاعه بيساوي كام او ال exponential curve بتاعه بيساوي كام نفس الكلام هنا بالضبط برضو ممكن نعمل نفس الحاجة ممكن نعمل برضو نفس يعني ممكن السلوطاني ان هو A ده ده شكله بسيط ال B ده ممكن برضو اجي هنا اتكلم عليه ان هو حاجة معينة ال C ممكن اتكلم ان هو هنا حاجة وان هو هنا حاجة تانية نفس الكلام ال B هنا ممكن اقول ان هي في الاول حاجة وهنا حاجة تانية فممكن نقسم ال curve بتاعنا الكذا منطقة ونحسب لكل واحدة فيهم exponential curve مختلف وده الحقيقة بتعمل في بعض الحاجات ان بيقى فيه عندنا مثلا كذا disease ممكن مثلا بتخيل ان فيه عندي مرض معين لو انا عديت فترة معينة ال rate بتاعي بعد كده بيقل قوي يعني مثلا لو اتكلم مثلا على الناس اللي عندهم قلب لو واحد حصل له ازمة قلبية اوكي heart attack لو بعد بعدها لو عايش بعدها فترة مثلا قد عشر سنين بيبقى ال rate بتاعه بعد كده يعني survive rate بتاعه بيبقى احسن بكثير بعد كده اوكي بيبقى فيه خطور عليه في الاول وبعد كده الخطورة دي بتقل مع الوقت فدي حاجة مهمة جدا ان احنا نقدر برضو نكاركترايز الكلام ده في الكورف ده ان احنا عندنا هنا فيه rate لغاية لما بيوصل الوقت معين بعد كده rate ده بيتغير بيبقى حاجة تانية فممكن نكاركترايز ده ونكاركترايز ده ما ينفعش ان احنا نعمل من السيميلوك paper نكاركترايز الاتنين مع بعض لو عندي variable rate بحسب انا لكل واحدة من الاماكن اللي فيها rate مختلف بحسب لها curve مختلف يعني اقول في المنطقة الفولانية الexponential curve بيساوي كذا ومنطقة التانية exponential curve بيساوي كذا وهكذا مثال تاني لو اتكلم برضو على survival بتاع نفس الكلام بيكلم على الموضل بتاع الميلز والفيميلز اوكي ممكن نلاقي الميلز في حتة ماشيين بكل لون curve معين والفيميلز في كورف تاني فانا ممكن نلاقي ان احنا عندها نفس الproblem هي هي survival rate بتاعي بيساوي كام بيختلف لو انا خليت العينة بتاعتي تبقى يعني الى حد ما بتعبر لي عن حاجات مختلفة انا ممكن افصل عن بعضيها وتخليلي كورفات بتاع الجروبز تتماعز عن بعض لو انا جمعت الاتنين والدول على بعض لو اخدت الميلز والفيميلز هلاقي عندي curve يطلع حاجة في النص اوكي انما لو انا فصلتهم عن بعض هيطلع لي من الفيميلز عندهم ريت احسن من الميلز يعني عندنا كورف بتاع الفيميلز ماشي بريت بسلوب يعني البي ذالي بتاعته تبقى اكتر من بتبقى اصغر من الميلز او ممكن احنا نتخيلها بشكل احسن بالتي وان هاف هلا تي وان هاف بتاع الفيميلز 5.5 والتي وان هاف بتاع الميل 3.9 التي وان هاف دي معناه ايه؟ معناه انها دلوقتي لو في عندي بعد خمس سنين ونص نصهم هيموت يعني بالنسبة للميلز لا بكلم على ان بعد ثلاث سنين ونص هيكون نصهم برضو مات لو نفس العدد هو هو هيبقى بعد ثلاث سنين ونص هيبقى نص العدد اللي مات هنا هيبقى عدد النص اللي مات بعد خمس سنين ونص من الفيميلز اوكي فدي حاجة الحقيقة بتبين لنا بعض الكاركتريستيكس المهمة سبعا هم بتكلمين على ميلز وفي ميلز ممكن الكلام ده يبقى ممكن يكلم على سنين مختلفة يعني مثلا من اربين لخمسين او من خمسين لستين او او ممكن اتخيل لا ده احنا ممكن اتخيل برضو الاعراق اللي مثلا نكلم على الهيسبانيكس غير الويتس غير البلاكس يعني الحاجات اللي كل واحدة من دول غير كوكيجن يعني هي الويتس تتريبا واحد يعني ممكن اتخيل ان احنا كل واحدة من الجروبس دي ممكن اعمل لها الكروفات عن طريق ان احنا بنبص عليهم برضو على اللوج بلوت في بعض الحاجات برضو اللي احنا بنشوفها فعلا عمليا survival after initial murder card infarction ده بنتكلم على الحاجة المثال اللي انا كنت بقوله من شوية عشر سنين follow up يعني الوقتي في باحث فضل يتتبع مجموعة من يعني 100 عيان لمدة عشر سنين لقى انه في الاول خالص الكيرف بتاعه بيبقى له ريت وبعد كده في الاخر بعد فترة معنا بقى ريت ده حاجة مختلفة فاكتشف ان في عنده two components موجودين two components واحدة بتعبر عن ال component في الفترة الاولانية بسميها fast component واحدة بتعبر عن ال component يعني في long term بسميها slow component عشان نحسب ال fast component والسلو component في طريقة ضريفة جدا نقدر نعملها لو انا اتخيلت ان في عندي two exponential curves مجموين زي البعض two exponential curves دول لو واحد فيهم time constant بتاعه اصغر بكتير من التاني اوكي هيحصل ايه؟ هيحصل ان هو ينتهي curve exponential curve بتاعي هينتهي بسرعة لو عندي exponential curve بتاعي time constant بتاعه صغير هينتهي بسرعة انما لو هو عصدي كبير هينتهي بسرعة لو هو time constant بتاعي صغير هيبقى عندي curve بتاعي يتحرك كده يخلص بعيد قوي فاحنا ممكن نتخيل ان احنا عندنا في الوقت اللي بعيد قوي اللي هو في الاخر خالص ده ان ال dominant هنا هو slow component هنتخيل ان ال fast component خاص خلصت اوكي فنقدر ناخد curve ده كده ونطلع به هنا نعمل straight line نحسب exponential component او دي completely بتساوي كام بعد ما نحسب دي نعمل ايه بقى ناخد ال component احنا حسبناها دي نترحى من curve curve الاصلي اللي هو بيعبر عن مجموع الاثنين فهيطلع لي curve تاني كده وبيعبره عن slow component او بيعبره عن fast component اوكي لو احنا حسبنا لل curve ده time constant بتاعه او exponential decay constant بتاعه ويساوي كام يبقى احنا كده عملنا characterization to components بتاعنا بيساوي كام هو الكلام ده تاني curve الاصلي بتاعنا اللي هي موجود هنا ده فيه two components component بتخلص بسرعة components بطيقة هي اللي بتستمر لغاية الاخر هي اللي في الاخر لو انا بسطت على الاخر curve هنا هي اللي تبقى dominant لو انا خدت الحتة بتاعت نهاية curve دي واعتبرتها الناس straight line خدته غاية الاخر هنا كده وحسبته هقدر احسب ال slow component دي completely بتساوي كام وهو فعل عمل كده لان هي بتحب تبقى حوالي 7 سنين وبعد ما بعد ما حسب component دي وعايز يحسب بقى fast component اللي هي موجودة في الاول هنا فاحنا عارفين ان curve الاصلي بتاعنا ده هو عبارة عن مجموعة اتنين فلو احنا خدنا curve الاصلي طرحنا من الخط ده الخط اللي هو بيعبر لي عن slow component هطلع لي خط تاني هو ده اللي بيعبر لي عن fast component فقدر اخد ال fast component دي احسب لها برضو time constant بتاعها وبرضو احسب لها t1 half بتاعتي ال half lifetime بتاعها وبكده بقى عملتك complete characterization للcurve بتاعي ده بال slow fast components بتاعه الكيرف ده الحقيقي كان مهم قوي ليه؟ لان هو اثبت حاجة صريفة جدا اثبت ان عندي في الاول خالص في مرحلة خطيرة بالنسبة للمجموعة اللي عندي دي فيها ناس كتير قوي تموت يعني فيه survival rate ما هواش عالي يعني يبقى t1 half بتاعتي point five years يعني في خلال نص سنة في خلال ستة شهر نص العينين ممكن يكونوا ماتوا وفيه slow component بتبقى سبع سنين يعني بمعنى لو انا عديت الفترة الاولانية اللي فيها ال fast component دي موجودة بيبقى survival rate بتاعه بيتحسن كتير جدا 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 يعني لو حصل infarction infarction دي يعني بنكلم على ازمة قلبية لو بعد الازمة اللي باقي دي عادة مثلا سنة بعديها يبقى انا كده متأكد ان تقريبا fast component بقت خلاص ما بقتش موجودة يبقى معنى كده survivor rate بيبقى تحسن كتير قوي يعني لو الشخص عايش سنة بعد الازمة القلبية يبقى معنى كده ال expectation بتاعه 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 تبقى بيتحسن بطريقة دراماتيك ودي حقيقة paper في غاية الاهمية وبتدي indications الحاجات الحقيقة للمعالجة بتاعه الاطباء وللرعاية الصحية لحد عنده infarction يعني بتبقى في غاية الاهمية يعني المهم جدا في فترة الاولانية اللي خلال اول سنة يبقى متابعة دقيقة للعيان ده علشان بيبقى الخطورة عليه بتبقى لسه موجودة احد ال application المهمة بالنسبة ل exponential decay و exponential growth حاجة اسمها clearance دي واحدة من حاجات اللي بنهتم بها جدا في حاجة مثلا زي renal dialysis نتكلم فيها برضو على حاجة زي في الجزء بتاع exchange of يعني oxygen بين ال alveoli والدم clearance دي حاجة مهمة جدا وفيها الحقيقة لقينا ان احنا لو في عندنا quantity لها concentration c وده في الاخر هنشوف ان شاء الله ان هو عبارة عن fixed law في الاخر هنلاقي ان هو برضو clearance بتاعنا اللي هو k يعني التغير في ال quantity نفسها بيتناسب مع ال concentration بتاع ال quantity نفسها وده زي ما كنا نشوف ان شاء الله بعد كده في chapter 4 هو بيتكلم على fixed law ان انا لما يكون عندي concentration ده positive بيبقى في عندي التغير في ال dy by dt ده بيبقى negative اوكي يعني لو في عندي تغير في ال concentration يعني ال concentration بتاعي اعلى بفقد جزء من الحاجة اللي موجود عندي اوكي علشان اتساوي بعد كده مع الحاجة اللي انا ايه in contact معه فهنا لو انا خدت السي بتاعتي دي لقي عبارة عن y over v ففي الاخرة اقدر احط ال constant بتاعي هنا عبارة عن k over v في y فهلاقي ان في الاخرة عندي exponential decay curve dy by dt بيتساوي constant times y اوكي فدي زي ما كنا بنتكلم مثلا في ال kidney application هلاقي عندي ان انا concentration بتاع الميتابلايتس الموجودة جوه في الفلويد في الدم مثلا بيبقى اعلى بكتير او من الموجود في اليورين اوكي او موجود في ال other side فبيحصل يفضل يحصل losses بين الفلويد اللي هو بتاع الجزء بتاع الدم مثلا للجزء لغاية لما في الاخرة two concentration يجيب قد بعض لو بتكلم عن دياليسيز مثلا انا بحط هنا في الناحية التانية بيبقى concentration بتاع almost zero فدايما بيفضل يحصل من ال concentration بتاع الميتابلايتس اللي هنا او الميتابلايتس التي تنيقل بماها صح من جنب ده لجنب ده لغاية لما يبقى في الاخر two concentration يبقى زي بعض ويبقى zero اوكي فدا واحدة من الابليكيشنز اللي هي بنستعمل فيها او بنطبق فيها الاكسبونيشال ديكاي كورف في الميديكال اوه واحدة من الامثال المهمة جدا برضو اللازم نحطها في اعتبارنا لما يكون فيها عندي ملتبول ديكاي باث يعني ايه كلام ده يعني انا عندي دلوقتي الحاجة اللي عندي دي مش بتقلب ميكانيزم واحد بتقلب كذا ميكانيزم او بتزيب كذا ميكانيزم فهنا هنلاقي ان الالكويتجن مثلا كمسال لو فيها عندي ثلاثة بروسسيز شغالين في نفس الوقت الواي دي بتقل عن طريق ثلاثة بروسسيز واحدة فيهم بواحدة بي واحدة بي اثنين وثلاثة بي ثلاثة في الاخر هما كلهم مع بعض كده بيشتغلوا يعني ممكن اقول ان فيه بي بتعبر عن الثلاثة البروسسيز اللي هما شغالين امبارلل دول طبعا ممكن اتخيل ان هي كل مكان عادة البروسسيز اكتر كل مكان البي بتاعتي هنا اكبر وبالتالي كل مكان الدكاي بي بقى أسرع الكلام ده بالضبط لو انا بسيت على الهاف لايف بقى اللي هو مختلف شوية عن البي اللي هو حاجة عكساها تماما هنا بي بتساوي بي واحد زي بي اثنين بي ثلاثة زي بي ثلاثة فمعنى كده لو انا ثاكي الى اكويشن بتاعة الهاف لايف الهاف لايف تايم اللي هو تي وان هاف كان بي ساوي .693 على بي فمعنى كده ممكن اقول برضو بنفس الطريقة ان البي بتساوي .693 على تي ريوو هافلايف لو تخ Branس اولين هافلايف بتاعها T1. و التاني هافلايف بتاعها T2. و التالت هافلايف بتاعها T3. و الالفا simlet Vet pills طوالسات R2 فلقOT 1 على T1 زاد 1 على T2 زاد 1 على T3 يعني بمعنى صح أكن التلاتة لو في عندي 3 parallel resistors هيبقى نفس نفس الـ effective resistance اللي بتاعت parallel resistors هي بتتطبق هنا بالزبط يبقى معنى كده ان الـ half life اللي هو بتاع المجموع بتاع كل decay paths اللي ممكن يمشي فيها أو كل طرق اللي ممكن تحصل لازم هتبقى أقل من أقل لواحدة في دول فالـ equation دي مهمة جدا عشان بيها بنقدر نحسب الـ half life بتاع كذا decay path من الحاجات اللي بتحصل هنا يعني كمثال لو أنا بتخيل مثلا ان أنا عندي عايز أشيل اليورية من جسم الإنسان مثلا في عندي metabolite اللي هو اليورية ده عايز أشيله لو فرر أنا دلوقتي ده بيفقد عن طريقين ممكن بيفقد عن طريق أو بلاش اليورية عشان تبقى أصعب شوية ممكن أتخيل المية المية ممكن تفقد عن طريق إنها لو أنا حاطت الـ patient بتاعي ده على مكان الـ dialysis وممكن لو كان الـ patient ده بيعرق مثلا أوكي العرق ده بياخد جزء من المية والـ dialysis بياخد جزء من المية فمعنى كده هما الـ 2 processes هما الـ 2 بيشدوا مية من الموجودة جوه جسم الإنسان أوكي فمعنى كده أن الـ effective process هيبقى فيها multiple decay paths يعني هتبقى أسرع من أي واحدة فيهم على حدة لو أنا بتكلم بقى على إن أنا عندي decay plus input at a concentrate يعني بمعنى إن أنا عندي dy by dt بتساوي A minus B for Y الكلام ده عبارة عن إيه يعني أنا دلوقتي بفقد بالطريقة ليه الـ exponential decay اللي أنا بتعود عليها بس في عندي constant feed يعني بزود الحاجة دي بطريقة constant بوجود حاجة constant موجودة عندي أوكي في نفس الوقت أوكي لو أنا حاولت أحل الـ differential equation دي مش تطلع لـ exponential decay curve عادي لا تطلع لحاجة بالشكل ده كده هيطلع لحاجة زي exponential growth والـ exponential growth ده لول limit لول حاجة ثابتة كده يوصلها والحاجة ثابتة دي بتبقى إيه بتبقى إيه على B بتعتمد على قيمة A دي بتعوي كام وقيمة الـ B دي بتعوي كام أوكي فبنعرفها إزاي دي لو أنا بتكلم على curve زي كده يعني لو بتكلم مثلا على إيه تي بتروح لـ infinity تي بتروح لـ infinity معنى إيه؟ معنى إن دي infinity يبقى معنى كده E to the minus infinity دي بتعوي صفر يعني جزء ده بيساوي صفر يعني معنى كده Y بتساوي A over B يعني التي بتساوي infinity curve ده هو اللي هو وصل له ده curve ده اللي هيبقى limit بتاعي ده final value بتاعتي طيب التي بتساوي zero التي بتساوي zero يبقى معنى كده دي بتساوي zero يبقى معنى كده exponential term دوت هيساوي واحد يبقى معنى كده واحد ناعة واحد بيساوي صفر يبقى لازم initial value بتاعتي تبقى هنا يوكي يبقى عارف initial value بتاعتي هنا والـ final value بتاعتي هتبقى في الجزء اللي هو هنا ده كده في الايه؟ على final curve بتاعي في النص بينهم بقى يبقى فيه يعني الـ curve بتاعه هيطلع بشكل exponential كده وإيه؟ طالع بشكل exponential growth ده اللي بنشوفه مثلا لو احنا بنشحن capacitor أو حاجة زي كده اوكي لو انا بتكلم بقى على decay بتاعي with multiple half lives لو انا بتكلم برضه عن نفس المسألة اللي انا كنت كلمت عليها قبل كده اللي انا عندي slow component و fast component اوكي فلو بتكلم على curve بتاعي مثلا لو curve بتاعي بقى على حاجة زي كده A1 في E to the minus B1 في T زي A2 في E to the minus B2 في T هلاقي عندي نفس الحكاية بالظبط اكيد واحدة فيهم هتبقى اكبر من التانية لو فرضا افترضت ان انا عندي الـ component الاولانية اوكي الـ component الصغيرة على الاقل اوكي هي اللي هي component مثلا اللي هي B1 هي دي component الصغيرة يبقى انا كده curve بتاعي اللي انا برسمه هنا ده ده curve بتاع الـ data اللي انا استهى الـ curve ده هي tend في الاخر خالص ان هو يوصل للـ final value بتاعته او الـ final curve بتاعه اللي هو عبارة عن الترم ده الواحده خالص لان الترم ده هيبقى خلاص قريدي انتهى الترم ده fast يعني معنى كده ان هو عشان الـ B1 بتاعته هنا بتخلص بسرعة بتخلي curve ده ينزل بسرعة exponential decay بتاعه اسرع معنى كده curve ده at higher T يعني higher values T مش هيبقى موجود الترم ده مش هيبقى موجود اصل فالكترم ده أولا يبقى موجود في الاخر فانا هاخد الجزء اللي في الاخر ده واطلع بيه بـ straight line كده يعني افت straight line عشان هو يعني اشوف الاخر ده بيعبرلي عن ايه واحسب منه الـ estimation بتاع التكن ترم بتاعي ده اللي هو A2 في A2-B2 في T طبعا زي ما اتفقنا بنحسب الـ A2 من الـ intercept ونحسب الـ B2 من الـ A من الـ slow وانس ان انا حسبت الكيرف ده اللي هو بعتبر اللي هو الـ component التانية دي بطرح الـ component دي من الـ curve اللي هو Y اللي هو الـ curve بتاعي الاصلي اللي هو ده بطرح منه الـ curve التاني اللي هو ده هيطلع لي في الاخر الـ curve التاني بقران حاجة شكلها كده الـ curve ده بيعبرلي بقى عن الـ component دي بقى الوحدية ساعتها برضو اقدر من الـ intercept اجيب الـ A1 ومن الـ slow بقدر اجيب الـ B1 ويبقى معنى كده انا اقدر احسب الـ A اقدر احسب الـ A second term بتاعي ده بيساوي كده وده طريقة تانية نفس الطريقة هي هي بالضبط اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الـ fast و الـ slow components اللي كنا بنتكلم عليهم في الـ congestive heart disease اللي احنا كان عندنا الـ survivor بتاع الـ people with infarction نفس المثال بالضبط بس نطبع على حاجة تانية مختلفة طيب لو احنا بنتكلم بقى على ان احنا عندنا الـ characteristics بتاعت الـ equations بتاعتنا ما هياش logarithmic بعض اللي احنا بيبقى equations بتاعتنا بشكلها power law شكلها عبارة عن polynomial شكلها في عبارة عن اكسات وحاجات زي اكسوس 2 ولا اكسوس 3 في الحالات دي الحقيقة ما ننفعش ان احنا نستعمل اي حاجة لا علاقة بالـ semi log plot لازم نستعمل log log plot لو عندي curve بالشكل ده لو خطروا الـ log بتاعه وهيبع عندي log y بساوي log b ده constant زائد n log x فهلاقي عندي نحيا دي log y ونحيا دي هنا log x x مبقتش الوحديه هنا فمعنى كده لو انا جيت على log log curve يعني في عندي log log plots هنا او log log graph paper كده بيبقى عندي الـ direction ده كده بيبقى log وديركشن ده هنا بكده بيبقى log لو انا جيت رسمت curve زي كده هلاقي ان هو بتاع الـ straight line في الحالة دي يعني x squared x تربية هلاقي ان هي عبارة عن straight line كده y بتساوي x هتلاقي عبارة عن كده y بتساوي x اصنص يعني y بتساوي جزر x هلاقيه كده كل ما الـ slope ده زاد يعني زاد يعني معناه ان هو بقى more vertical كل ما كان الـ power بتاعتي هنا ايه بقت اكتر ولو انا عندي negative power كمان يعني y بتساوي 1 على x هلاقي عندي ان الـ curve بتاعي بقى السلوب بتاعي العكس بقى السلوب بتاعي في الـ direction negative اوكي فمن الكلام ده برضو بقدر احسب يعني لو انا بصيت على الـ curve بتاعي ده هو طبعا بيانترسابت هنا عند x بتساوي 1 و y بتساوي 1 يعني النقطة اللي هي الـ center بتاعي هنا x بتساوي 1 و y بتساوي 1 ليه؟ لان انا عندي هنا لو انا بصيت هنا الـ log هنا بيساوي 0 امتى؟ لما يكون x دي بتساوي 1 مش لما يكون x بيساوي 0 نفس الكلام هنا برضو x و y لازم الـ 2 يكونوا بيساوي 0 لما O log بيساوي 0 لما بكلم على ان الـ y بتساوي 1 والx بتساوي 1 أوكي فلانا بصيت على الـ curve بتاعي لو انا عندي هنا ده 0 يبقى معنا كده log y هيساوي log b يبقى معنا كده الـ intercept مع الخط ده هو بيعبار لي عن log B بتاوي كمب؟ أوكي؟ طب الـ slope بقى بيعبار لي عن لو انا نبسيت على الـ curve ده slope بتاعه slope بتاعي ده بيعبار لي عن n اللي هو الـ power بتاعتي بتاعتي X بتزاوي كان طبعا ممكن يحصل لنا كذا حاجة للـ curve اللي هو الـ polynomial أو الـ power اللي هو curve دوت ممكن الـ curve دوت يبقى هو مضروف constant زي ما احنا شفناها بكده curve العادي خالص اللي هو 4X مثلا 4X يلاقيينه هو مش بيمر هنا بقى لا بيمر هنا أوكي فمعنى بيمر هنا يبقى معنى كده الحاجة اللي هنا دي الـ 4 دي هي الـ 4 اللي موجودة هنا يعني اقدر من الـ intercept ده قيمته اقدر اجيب الـ 4 دي أوكي وعشان فيه هنا X يبقى معنى كان الـ slope بتاع ده هيبقى عبارة عن 1 أوكي هيبقى زيه زي Y بتساوي X بالظبط ده parallel ده يعني curve ده parallel curve ده أول هنا ده طيب لو عندي Y بتساوي نص X نفس الكلام برضو X plus 1 لازم يبقى parallel Y بتساوي X لازم D بقى parallel D بقى parallel D يعني curve ده parallel curve ده parallel curve ده بس هنا الـ intercept بتاعي بدأ ما كان فوق 4 لا ده هنا دلوقتي ايه 5 بس 5 بعد الـ 1 يبقى point 5 طيب لو عندي بقى curve بتاعي Y بتساوي X plus 1 وفي عندي الكلام ده plus constant دي تعملينها مشكلة بقى ده هنا احنا لو خدنا log هنا هيبقى log Y بتساوي log X زاد 1 يعني كلها على بعضية مش log X زاد log 1 لا فمعنى كده ان دلوقتي الـ equation بتاعتنا شكلها تغير بس هنا اللي ممكن نعمله كالقاتي ان احنا بنبص على لما X تزيد قوي لما X تروح لـ infinity لما رأى X تبقى قيمتها كبيرة يعني القيمة بتاعت X اللي هنا اللي هي قيم X الكبيرة قيم X الكبيرة هتخلي قيمة الواحد اللي هي مجموعة عليها دي تبقى insignificant بالنسبة لها يعني ممكن احنا ننجلكت الواحد دي بالنسبة للـ X يعني at X for large values of X هللاقي ان الكيرف اللي هو Y بتساوي X زاد 1 بيقول ان هو يبقى Y بتساوي X فهللاقي في الاخر خالص في اخر الكيرف ده هللاقي عندنا ايه هللاقي عندنا الكيرف ده تقريباً parallel to curve بتاع Y بتساوي X يعني الكيرف ده بكر في ده الاثنين parallel لبعض عند الـ values الكبيرة بتاعت الـ X طب نعرف مين بقى الواحد ده نعرف مين الواحد ده بيساوي كام ممكن نعرف في المنتقى البساطة ان احنا يعني في الحالة دي بقى هنشوف ان الـ Y بتساوي صفر امتى يعني log Y بيساوي يعني مفروض ان هو log Y بيساوي log X plus 1 فمعنى كده بكلم على ان انا عندي في الحالة دي log X plus 1 لازم X تساوي صفر علشان الـ Y دي تساوي صفر أو علشان توصل انها تبقى بتساوي واحد فمعنى كده يعني اللي انا ممكن اعمله ان انا ممكن انا حاول استيميط مثلا مثلا Y بتساوي واحد X بتساوي واحد استيميط الـ Y بتساوي كام ومنها اطرح بقى منها السلوب اللي انا قطراتها او X plus لو عندي X plus 1 بطرح منها الواحد دوت واعرف بعد كده الجزء بتاع المضاف عليه ده بيساوي كام بمعنى من السلوب اللي هنا ده اقدر اعرف X use كام بعد كده مع الانترسابت مع X بساوي واحد اقدر اعرف القيمة بتاعت الـ constant ده بيساوي كام ناخد مثال على الجزء دوت لو انا عندنا كرفات بالشكل ده كده احنا رسمنا الـ log log plot بتاعه كورفين الكورف الاولين هو الـ energy versus mass والكرف التانية هو الـ white versus mass الكورف الاولين هو النقط اللونها S و D والكرف التاني هو النقط اللونها ابيض لو احنا بصينا على كورف اللونها S و هلاقي ان ممكن لاقي straight line بيغطى تقريبا معظم النقط اللي موجودة عندنا في الكورف ده فلو احنا إسا الكورف ده هلاقي ان احنا basicley لو احنا شفنا اللو سلوب بتاعه 0.75 معنى كده احنا نتكلم على وده بيمر خلي برا برده ان الخاطة ده طرعن هو بيمر بالنقطة دي اللي هي عند النقطة اللي هي عند البودي ماس بيساوي عشرة والانرجي بتساوي عشرة والثلاثة يبقى معنى كده احنا ممكن نحسب ان ال boody ماس او الانرجي بتتناسب مع ابوت البيات الى 0.75 لو ه Stitch بصلين على الكرب الثانى اللي وباقي الكرب الثانى ده يعقى صعب بعد كده ثم ماشي بشكل معين وبعدي كده بعد كده طانى يعني كده في يحول في كده علاو من ال単ام هنا كده وبعدي كده في السلوب ده هلاقي عندي هنا في الاول خالص السلوب بتاعي كان حوايي 0.62 بعد شوية لقينا ان الكيرف بتاعي بقى سلوب تاني 0.33 فهنا برضو بنستعمل فيها ال variable rate اللي احنا شفناه في exponential decay ممكن ان احنا نفس الكيرف لو لقينا ان ما فيش اي straight line واحد يغطيهولي لا انا ممكن انا اخلي في جزء منه modeled بسلوب معين يعني معنا كده في الجزء دوت height بيتناسب مع mass to the power 0.62 في الجزء التاني دوت height بيتناسب مع mass to the power 0.33 مثال تاني basal metabolic rate بالWatts الناس حسبته برضو عن طريق curveات برضو عن طريق نوات حطوها برضو على log log plot versus body mass لقوا حاجة غريبة جدا لقوا ان actually في unicellular organism زي البروتوزول والحاجات لزي كده وبعد الحاجات المسلا اللي هي هوميوثورمز اللي هي زي البناء ده جزء بتاع الحاجات اللي هي حيوانات ذات الدم البارد ودي حيوانات ذات الدم الحار لقوا ان كل curveات دي رغم انهم مختلفين يعني طبعا لو قيسنا هنا هوميوثورمز ممكن نلاقي عندنا المنتابولكريت اعلى بكتير جدا من حاجة زي بس في نفس الوقت لو لقينا العلاقة يعني بصيرا على العلاقة بين الكورفات دي وبين وبين ال body mass هنلاقي ان السلوب بتاعهم في كلهم متساوي يعني الكورفات دي كلها السلوب بتاعها متساوي مفيش اي اختلاف فيها خالص عن بعض فدي حاجة كانت بري انترسينج ان احنا بنبوص نلاقي في كل المخلوقات من اول بغاية البني ادمين هنلاقي ان الميتابوليكريت بتاعها بيتناسب مع ال body mass بنفس النسبة بالزبط بنفس بنفس الpower بالزبط ودي حاجة كانت بري انترسين طبعا فيش كلام الحقيقة فيه تطبيقات جميلة جدا طبعا من المحاضرة ما تساعهاش موجودة في المسائل نفسها موجودة على الويب سايت فممكن حدركوا ببصوا عليها والكتاب الحقيقة ممتاز في الجزء دوت لان هو جايب applications فقال الحقيقية لاستعمال التولز اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضرة دي في تطبيقات عملية الناس اشتهت عليها قبل كده عشان حضراتكم تتخيلوا ممكن بعد كان نستعملها فين تاني